مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب ومع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية عنوان الدرس المعرب والمبني من الأسماء الجزء الثاني الأهداف أن يوظف الطالب الأسماء المعربة والمبنية في جمل المعبرة أن يعرب الطالب الأسماء المبنية والمعربة بطريقة سليمة أما أعزائي الطلاب القيمة التربوية وهي التميز شعارنا نحن نعلم أعزائي الطلاب أن القيمة التربوية أعزائي الطلاب وهي التميز شعارنا حيث حث الإسلام على التميز وعلى العمل وعلى الإتقان وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إتقان العمل إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه والآن أعزائي الطلاب مع التميز استخرج عزيز الطالب الأسماء المبنية في الآية الكريمة قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى عزيز الطالب هذه الآية الكريمة توجد بها أسماء مبنية أستمع إلى الإجابة نعم الأسماء المبنية هي فيه نعم أولئك وأيضا الذين أولئك هي إشارة أما الذين فهي من الأسماء الموصولة أحسنتم جزاكم الله خيرا الآن مع الهدف الأول أن يوظف الطالب الأسماء المعربة والمبنية في جمل معبرة أعزائي الطلاب نحن نعلم أن الأسماء المبنية هي أحسنتم الضمائر والضمائر أعزائي الطلاب بأنواعها يوجد الضمائر البارزة المنفصلة والمتصلة فالمنفصلة مثل أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتنا هو هي هما هم هن جميع هذه الضمائر هي منفصلة أما الضمائر المتصلة مثل قرأت وهي التاء في الأفعال ساعده أو مدرستك فهذه ضمائر متصلة في الكلمات وأيضا توجد ضمائر مستترة تفهم من سياقي الكلام فعندما أقول محمد يذاكر دروسه فهنا الفاعل ضمير مستتر وأيضا من الأسماء المبنية أسماء الإشارة أحسنتم مثل هذا هذه هؤلاء ذلك وتلك وأولئك هنا هناك كل هذه هي أسماء إشارة وأيضا من الأسماء المبنية أعزائي الطلاب الأسماء الموصولة أحسنتم مثل الذي التي الذين اللاتي اللائي اللواتي من الموصولة وما الموصولة جزاكم الله خيرا وأيضا من الأسماء المبنية أيضا أعزائي الطلاب أسماء الاستفهام نعم مثل من ما متى أين كيف كم وأيضا بعض الظروف مثل الآن وأمس وهيث أحسنتم والآن أعزائي الطلاب مع التقويم من الكتاب المدرسي السؤال الخامس وظف كلمة العلم في ثلاث جمل من إنشائك فهيث تكون في الأولى مرفوعة وفي الثانية منصوبة وفي الثالثة مجرور نعم أستمع على الإجابة أريد الجملة الأولى أعزائي الطلاب هيا الجملة الأولى تكون كلمة العلم مرفوعة نعم أستمع نعم أحسنت مثل العلم نور للبشرية فكلمة العلم هنا جاءت مبتدأ وجاءت مرفوعة العلم نور للبشرية نعم جملة ثانية تكون كلمة العلم منصوبة أستمع على الإجابة نعم أحسنت جزاك الله كل خير نعم إن العلم نور للبشرية فهنا كلمة العلم جاءت منصوبة اسم إن نعم أحسنت جزاك الله كل خير الآن أريد جملة ثالثة تكون كلمة العلم مجرورة نعم أستمع على الإجابة نعم للعلم فضل عظيم على البشرية فهنا جاءت العلم اسم مجرور بعد لام الجر أحسنتم جزاكم الله كل خير والآن أيضا مع التقويم السؤال الثالث منذ كيف هؤلاء الذين نريد أعزائي الطلاب أن نوظف كل اسم من الأسماء السابقة في جملة مفيدة من إنشائك وأيضا نقوم بضبط هذه الأسماء أريد كلمة منذ من يجيب عن هذا السؤال عزائي الطلاب أستمع على الإجابة نعم نعم الجملة الأولى وهي منذ أحافظ على الصلاة في المسجد منذ الصغر أحسنت الجملة الثانية نريد توظيف كلمة كيف نعم أستمع نعم الإجابة صحيحة كيف يحرص المؤمن على بغ الوالدي اسم استفهام كيف الآن مع اسم الإشارة هؤلاء أستمع على الإجابة نعم هؤلاء أحسنت جزاك الله خير أيها المبدع هؤلاء الطلاب ملتزمون بآداب الحديث نعم الآن مع كلمة الذين اسم مرسول أستمع على الإجابة نعم أحسنت الذين جاء المعلمون الذين يعلمون الناس الخير أحسنتم جزاكم الله خيرا الآن عزاء الطلاب مع السؤال الرابع من الكتاب المدرسي مثل في جملتين من إنشائك لما يأتي ألف اسم مبني في محل رفع نريد عزاء الطلاب اسم مبني في محل رفع نعم أستمع الإجابة نعم أحسنت عزيز الطالب هؤلاء مسلمون يقدرون الكبيرة ويحترمونه فنلحظ هنا كلمة هؤلاء من أسماء الإشارة هنا هنا جاءت في محل رفع حيث هنا جاءت مبتدأ فإسم مبني في محل رفع مبتدأ أحسنتم الآن مع باء اسم معرب منصوب وعلامة نصبه الياء نريد عزاء الطلاب اسما يكون معربا منصوب وعلامة نصبه الياء يا شباب ها من يجيب حيث هنا جاءت في هذه الجملة إن المؤمنين خاشعين في الصلاة جاءت كلمة المؤمنين جاءت منصوبة فهي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء أحسنت الآن عزاء الطلاب مع الهدف الثاني أن يعرب طالب الأسماء المبنية والمعربة بطريقة سليمة الآن أعزاء الطلاب في هذه الفقرة سوف نقرأها ثم نعرب الكلمات التي تحتها خط نقرأ سويا أعزاء الطلاب يعاني كثير من الناس في وقتنا هذا من تفش السلوك الاستهلاكي وهذا أمر يهدد استقرار الأسرة ويعرضها لمشكلات وعقبات في إدارة إيراداتها المالية فالاقتصاد المنزلي فن وعلم علينا أن نتعلمه جميعا حتى نتوصل إلى الصيغة التي تجعل الاستجابة للمتطلبات الأسرة أمرا ممكنا وتقلل في الوقت نفسه من التبذير والهد وما ينتج عنهما من قلق والتراب الآن أعزائي طلاب بعد قرارة الفكرة السابقة نقوم بعرب بعض الكلمات التي تحتها خط الكلمة الأولى الاستهلاكي استمع إلى الإجابة استمع إلى الإجابة نعم أحسنت إجابتك صحيحة نعطي مجرور بالكسرة بآخره نعم الكلمة الثانية هذا ونعلم أن هذا اسم مبني اسم مبني اسم إشارة نعم أستمع إلى الإجابة إعرابها نعم اسم إشارة في محل مبتدأ أما الكلمة الثالثة الاستجابة نعم من يجيب عن هذه الكلمة نعم إجابة صحيحة مفعول به منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره أحسنت إجابة صحيحة الآن أعزائي الطلاب مع هذا النشاط الإلكتروني والآن أعزائي الطلاب سوف نقوم بتصنيف هذه الكلمات في الأماكن المخصصة لها عندما يقول الضمائر المنفصلة ما الضمائر المنفصلة أعزائي الطلاب الضمائر المنفصلة ها ما نجيب الضمائر المنفصلة نعم أحسنتم الضمائر المنفصلة وهي أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هذه هي ضمائر منفصلة أحسنتم والآن مع الإسم المعرب الإسم المعرب عزائي الطلاب ما هو نعم أستمع على الإجابة نعم أحسنت هو الإسم الذي تتغير حركة آخره إذا تغير موقعه الإعرابي في الجملة أحسنت الآن مع أسماء والاستفهام أين هي يا شباب أسماء والاستفهام نعم أحسنتم مثل من ما متى أين كيف كم أحسنتم أسماء الإشارة عزائي الطلاب أين هي أسماء الإشارة أسماء الإشارة أحسنتم هذا هذه ذلك تلك أولئك أما الأسماء المصولة نعم أحسنتم وهي الذي التي الذين التي اللواتي وأيضا من المصولة وما المصولة أما الأخيرة فهي الاسم المبني وهو الاسم الذي لا تتغير حركة آخره إذا تغير موقعه الإعرابي في الجملة أحسنتم هيا بنا نشاهد الإجابات أحسنتم جزاكم الله كل خير والآن مع هذا السؤال عزيز الطالب وظف كل اسم مما يأتي في جملة من إن شايك هذا متى الماء أريد منك عزيز الطالب أن توظف هذه الأسماء في جمل مفيدة والآن أعزاء الطلاب نكون كذو وصلنا إلى نهاية درس اليوم أترككم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية